إذا كنت مشترك في القناة عشان فيديوهات التوب 10 وما تهتم بلعبة Call of Duty فهذا الفيديو على أكتر ما رح يهمك انتظر الفيديو القادم أو اللي بعده رح يكون فيديو التوب 10 إن شاء الله وإذا ما اهتم بلعبة Call of Duty فيلا نبدأ جزء Call of Duty القادم Modern Warfare 2 تسرب بالكامل بشكل جدا رهيب أدري معظمكم رح يقول أنه آخر جزء Vanguard مصلى نازل قريب الشهر لحق يتسرب الجزء اللي بعده إيه من كثر الحماس اللي عليه لتسرب بالكامل تقريبا فبهل فيديو رح أغطي لكم جميع التسريبات تسريبات طور القصة طور الملتي بلاير والطور الثالث اللي شكله جدا رهيب وصدقني رح تنصدم من المعلومات الرهيبة ورح تتحمس على الجزء القادم بشكل جدا كبير بس قبل أن نبدأ فيه Giveaway على هل فيديو على نسختين للعبة Call of Duty Vanguard إذا حاب تدخل بفصد الفوز عليهم كله عليك تسويه إدعم فيديو بزر اللايك اشترك في القناة وترك أي تعليق مع المنصة اللي بدك إياها ويلا خلنا نروح ونبدأ بتسريبات Modern Warfare 2 بس قبل أن نبدأ هذا الفيديو برعاية LG LG أطلقوا أفضل شاشة جيمينج للبي سي هالسنة اللي هي LG Ultra Gear 27 GP 850 وهذا مو كلامي اكتب اسم الشاشة على اليوتيوب أو على مواقع المراجعات ورح تشوف أنهم قيمينها الأفضل هالسنة طبعا الشاشة بتجي بحجم 27 إنش اللي هو جدا مناسب لألعاب الشوتر وعلى سيرة ألعاب الشوتر فالشاشة بتدعم سرعة إطارات بتوصل إلى 180 هرتز يعني الألعاب اللي تحتاج سرعة وثلاثة نفس Call of Duty, Valorant, Fortnite أو أي لعبة شوتر هالشاشة رح تكون جدا مناسبة مع سرعة إطارات 180 هرتز وفوق كده سرعة الاستجابة هي 1 ميلي سيكند يعني جدا سريعة والشي الحلو بهالشاشة إنه معظم الشاشات اللي بتكون مخصصة للشوتر بتكون Full HD أو 1080p بينما هالشاشة لا QHD يلي هو 2K يعني رح تعطيك سرعة جدا قوية وفوق كده دقة جدا رهيبة إذا بدك تلعب ألعاب القصة نفس Red Dead Redemption The Witcher أو غيرها من الألعاب وغير كده نوع البانل هو Nano IPS اللي بيعطيك ألوان جدا رائعة فالشاشة موجهة لألعاب القصة اللي تحتاج دقة ولألعاب الشوتر اللي تحتاج سرعة غير كده الشاشة بتدعم G-Sync لكروت إنفيديا فيها مخرجين HDMI مخرج DisplayPort وأحلى الشي الستاند اللي بيجي مع الشاشة جدا رهيب بيخليك تتحكم وتحرك الشاشة على راحتك مثل مشايفين وسعرها جدا رخيص بالنسبة لهالمواصفات إذا دك تعرف معلومات أكتر وسعر الشاشة شيك اللينك اللي موجود بالوصف وبالتعليق المثبت طيب أول شي خلني أقول إنه جميع المعلومات والتسريبات بهالفيديو مأخوذة من مسربين موثوقين هدول نفس المسربين يلي قالوا لنا معلومات على بلاكوبس كولد وور وطلعت صحيحة وقالوا لنا معلومات على كالوف ديوتي فانجارد وكمان طلعت صحيحة وعلى سيرة فانجارد وبلاكوبس كولد وور كلنا شايفين إنه مستوى كالوف ديوتي متراجع بالذات آخر سنتين من بعد كالوف ديوتي مودر وورفر مستوى الملتي بلاير بالذات كالوف ديوتي متراجع بشكل جدا كبير إلى الآن ملتي بلاير Call of Duty Modern Warfare وهذا الشي مو لأن استوديو تريارك ولا سلج هامر سيئين لا بل لسبب أنه كان فيه كتير مشاكل أثناء تطوير اللعبتين بلاكوبس كولد وور طوروها بسنتين كان مفروض يعملوها بثلاث سنوات فما كان عندهم الوقت الكافي ليعملوا اللعبة على راحتهم وCall of Duty Vanguard كان مفروض تنزل من سنة بس من كتر المشاكل اللي صايرة بالستوديو أجلوها السنة كاملة وكمان ما طلعت جدا كويسة فآخر لعبة Call of Duty تم إطلاقها بدون أي مشاكل والشركة ارتاحهم وعب يعملوها هي Modern Warfare عشان كذا كانت جدا رهيبة بس حاليا كل التسريبات بتدل أنه جزء القادم Modern Warfare 2 ما فيه أي مشاكل الستوديو اشتغل على اللعبة ثلاث سنوات بالكامل حتى في طور رح تتكلم عنه اشتغلوا عليه أربع سنوات واللعبة جدا رائعة وخلصوا من تطويرها حرفيا اللعبة جاهزة أن تنزل حاليا على السوق لدرجة أنه بدأوا لكيو اي تستر يجربوا اللعبة اللي ما بيعرف لما الشركة تخلص تطوير اللعبة جيب ناس يلعبوها ويجربوها عشان يحلوا أي مشاكل فيها وهذا الشيء عادة يكون قبل شهر شهرين من نزول اللعبة بينما هنا قبل سنة كاملة عبيصلحوا المشاكل اللي فيها فجدا مرتاحين بتطوير الجزء وبالتالي رح يكون شيء جدا رهيب على عكس اللي صار مع بلاكوبس كولد وور وكولوف جيتي فانغارد طيب أول تسريب عنا أنه لعبة كولوف جيتي مودر وورفر 2 هي ما تعتبر لعبة كولوف جيتي آمنة ومعنى هالشي أنه رح يكون فيه تغييرات جدا كبيرة بنظام اللعب يعني مثلا كولوف جيتي فانغارد كان في كتير مشاكل أثناء التطوير فما كان عندهم الوقت لي أبدعوا ويخترعوا أفكار جديدة فقرروا يعملوا جزء كولوف جيتي آمن يعني بالعربي ما فيه أي تغيير حرفيا كولوف جيتي فانغارد هي نسخ لسق من مودر وورفر 2016 نفس الانجين نفس الجرافيك نفس نظام الكلاسات الأسلحة البركات الفيلد أبغريت نفس كل شيء من مودر وورفر بينما هنا بمودر وورفر 2 فلا رح تحس أنه لعبة غير كليا فيها كتير أشياء جديدة وأصلا عشان كذا مودر وورفر أو ستيديو انفينيتي وورد سمحوا لسليج همر أنهم ينسخوا لعبتهم القديمة مودر وورفر سمحوهم يعملوا اللعبة نسخ لسق لأنه بيعرفوا أنه لعبتهم القادمة جديدة كليا فما رح تفرك معهم وعشان كذا الوارزون إلى الآن موجود مع لعبة مودر وورفر حاليا لو بدك تلعب وارزون لازم تدخل على مودر وورفر مو بلاكوبس كولد وور ولا فانغارد كثير كانوا متوقعين أنهم رح ينقلوا الوارزون مع لعبة كولد جيتي فانغارد بس ما عملوا هالشي لأنه بدهم ينقلوا الوارزون مع لعبة كولد جيتي مودر وورفر 2 القادمة لأن ذيك اللعبة اللي تعبوا عليها من جد وتستاهل يغيروا الوارزون عليها فما كان بدهم يحولوها على فانغارد وبعدين بعد سنة يحولوها مرة ثانية على مودر وورفر 2 فأجلوها للعبة أو الإنجن اللي يستاهل طيب حاليا رح تكلم عن أشياء مؤكدة مو تسريبات هالمعلومات بتأكد أنه الشركة شغالين على اللعبة بشكل جدا قوي أولا ستيديو انفينيتي وورد فتحوا فرعين جدد عشان يشتغلوا على مودر وورفر هم طول عمرهم عندهم فرع واحد حاليا ثلاث أفرع عم يشتغلوا على مودر وورفر 2 ثانيا جابوا كتير مطورين ألعاب أقوية يشتغلوا معهم على مودر وورفر جابوا مطورين من ستيديو سيدي بروجيك اللي يشتغل على لعبة دا ويتشر و سايبر بانك جابوا مطورين من روك ستار اللي يشتغلوا على جي تي ايه جابوا مطورين من لعبة داينج لايت لعبة الزومبي من لعبة جود اوف وور ومطورين من ستيديو دايس اللي يشتغل على باتلفيد الجديدة كل هالأشخاص انضموا لانفينيتي وورد عشان يشتغلوا على مودر وورفر جديدة وغير كذا في ممثلين من لعبة انشارتت وردد راديمشن انضموا للشركة ورح يكون في شخصيات لهم باللعبة واخيرا مودر وورفر 2 دفعوا عليها 150 مليون دولار وهذا يعتبر مبلغ جدا ضخم لتطوير لعبة كولوف كيوتي طيب نرجع للتسريبات القوية تم تسريب غلاف او صورة رسمية من اللعبة هذه الصورة اللي شايفينها قدامكم طبعا هي مو الصورة الاصلية هي صورة شخص رسمها جدا مقاربة لصورة الاصلية وما اقدر اعرض الصورة الاصلية لانه اي شخص اعرضها على تويتر اجا له كوبي رايت من اكتيفيجن وهذا بيدل انه هالصورة حقيقية وهالست اشخاص هم مجموعة تاسك فورس 141 واللي هم كابتن برايس وهو قائدهم وشخصية غاز من الجزء السابق وشخصية سايمون رايلي او غوست ورجعوا مؤدي صوتها الاصلي من مودر وورفر 2 او كوت 6 وشخصية سوب من كوت 6 وفيه كمان شخصيتين هم ستة بس اخر شخصيتين ممنع عرف مين هم والشرير شفرد من مودر وورفر 2 يلي ذبح غوست بهاللقطة المشهورة اللي شايفينها قدامكم كمان رح يرجع كشرير بهالجزء طيب قصة اللعبة رح تكون بكولومبيا رح تكون عم تلعب ضد تجار وعصابات المخدرات هناك رح تكون بالتحديد بسواحل كولومبيا فرح يكون في كتير اجواء غابات وانطار واصلا قصة كوت 6 او مودر وورفر 2 الاصلية كان في قسم جدا كبير منها مع تجار وعصابات المخدرات بس بالبرازيل وقالوا انه اللعبة رح تكون دموية بشكل جدا كبير يعني حتى مجموعة تاسك فورس وان فور وان اللي رح تلعب فيها ما رح يكونوا الابطال اللي جايين يساعدوا الناس وخلاص هما نفسهم رح يعملوا اشياء رح تكون شريرة او رمادية نوعا ما مو انهم ابطال وخلاص وكمان هي جزء كولوف جيتي الاول اللي رح تقدر تكتل فيه ابرياء يعني قبل لما تكتل واحد بريء بالشارع اللعبة رح تخسرك وتخليك تعيد بينما هنا لأ فينك تكتل ناس ابرياء بس هذا الشي رح يأثر عليك باللعبة بعدين ورح يأثر على شخصيتك ونفسيته وشخصيتك باللعبة رح يتفاعل مع البيئة بشكل جدا كبير يعني لو عم تلعب بمكان فيه ومطر عادي سلاحك يزحلق من ايدك او انتو عم تعمل ريلود اه يوقع ريلود منك بالغلط عادي تطلق لجوه السلاح يعلق فشخصيتك يضطر يفكفك السلاح ويصلحه ولو صار موقف وكان شخصيتك خايف فيه مثلا لو صار انفجار جنبه او شي فرح تشوف انه يد شخصيتك عم ترجف اثناء اللعب فبالتالي السلاح كله رح يرجف واخيرا بتذكرين لعبة Call of Duty Ghost رح يتم ذكر شخصيات Call of Duty Ghost بالقصة وهذا بيدل انه احداث لعبة Call of Duty Ghost بنفس العالم وهذا شي جدا مجنون طيب وبكذا ما يكون خلصنا من تسريبات طور القصة خلنا حاليا نتكلم عن تسريبات الملتي بلاير او طور الانلاين اولا قالوا انه الانيميشن تبع الاسلحة وشخصيات متطور بشكل جدا كبير بهاللعبة يعني في Modern Warfare لما تطلق من سلاح بيطلع منه دخان لما تسوي ريلود تشوف تفاصيل جدا جميلة في هاللعبة التفاصيل رح تكون اكثر ورح تكون واقعية بشكل جدا كبير واضافوا ثلاث ميكانيكيات جديدة على اللعب بالملتي بلاير اولا تقدر ترقض وتطلق بالسلاح وهذا الشي رح يكون مع جميع الاسلحة مو نفس السلاح واحد اللي هو الشوتغن بكورجيتي فانغارد لا رح يكون مع جميع الاسلحة فينك ترقض وتطلق فيها بس طبعا هذا الشي رح يخرب الان بشكل جدا كبير ثانيا عندك سلايد او جمب جديد باللعبة اللي هو نفس جمب فيلم The Matrix او لعبة ماكس بين اللي شايفينها قدامكم تقدر فجأة انه شخصيتك ينطع اليمين او اليسار واخيرا رح يجيبوا نفس حركة الايم اللي موجودة بلعبة Rainbow Six اللي هو تقدر تأيم على اليمين او اليسار فهذه تغييرات جدا كبيرة بلعب Core of Duty ما كنا متعودين عليها ابدا طيب فيه ثلاث اطوار جديدة بالمولتي بلاير اول واحدة اسمها Floor Lava اللي هو فجأة الارض لو بتوقف عليها رح تموت او تتدمج فهذا الطور نوعا ما بيخليك فجأة تغير مكانك او تطلع على اي شي قدامك فيه طور ثاني اللي هو نفس الابلينك من Black Ops 3 واللي هو رح تمسك شغلة في ايدك ولازم توديها لعند مقر العدو وفريقك لازم يحميك وفيه طور تحرير هوستيجس او رهائن نفس لعبة Counter Strike يعني فيه فريق لازم يظل محتفظ بالرهائن وفريق ثاني لازم يحررهم طيب وبالنسبة للمابات فما منعرف كل المابات بس منعرف مابات اكيدة رح ترجع من Modern Warfare 2 نفس ماب فافيلا تيرمينال هاي رايس كاري وماب شيبمنت المعروف هذه كلها مابات جدا رهيبة واخيرا رح ترجع الحين وبالنسبة للأسلحة فعدد كبير من أسلحة Modern Warfare 2 او كوت 6 رح ترجع منهم سلاح الـ UMP شوتغان لسباس وسلاح الـ ACR وسنايبر الانترفنشن المشهور من Modern Warfare 2 يعني اللعبة اسمها Modern Warfare 2 فأكيد رح يجيبو لكم مابات وأسلحة من Modern Warfare 2 الأصلية وغير كذا الـ Gunsmith أو هو النظام اللي تحط attachment على الأسلحة رح يكون مطور بشكل جدا كبير نحن في Call of Duty Vanguard كان مطور أصلا فينك تحط 10 attachment على السلاح هنا رح يكون مطور أكثر ورح يكون نفس لعبة Battlefield 2042 يلي هو جو اللعبة تضغط سحم يسار على السلاح وتطلع لك قوائم الـ Attachment وتقدر تحطها جو اللعبة بس Battlefield تختار الـ Attachment المعينة وفجأة السلاح بركبوا عليها الـ Attachment بينما هنا رح تشوف شخصيتك عبيركب الـ Attachment بيده تفاصيل جدا مجنونة والـ Field Upgrade رح يرجعوا نفس المتعودين عليهم بس رح يكون فيه 2 Field Upgrade جدد أولا سلم هناك تحط سلم على مكان معين وتطلع عليه هذا رح يغير نظام اللعب شكل جدا كبير وثانيا حبل فيناك تكون بمكان معين ترمي حبل أو ممكن زيب لاين نفس اللي شفناه بـ Black Ops 4 وتتنقل لمكان ثاني طيب وحاليا خلنا نتكلم على الطور الثالث ما رح يكون زومبي Mother Warfare ما فيها زومبي وما رح يكون Special Ops متعودين Mother Warfare دائما الطور الثالث يكون Special Ops وصراحة ما حد يلعبه والكل ساحب عليه بينما حاليا فيه طور Survival جدا قوي وجدا شغالين عليه وكان المفروض ينزل بلعبة Mother Warfare الأخيرة بس لغوه لأنه كان في Warzone وقتها اللي بيعرف لعبة Escape from Tarkov لعبة جدا مشهورة فنظام اللعب نفس اللعبة بالضبط واللي هو بكل بساطة تنزل انت وفريقك بماب كبير ولازم تلوت وتجمع لوت بعدين لازم تروح على هلوكوبتر وتطلع بره الجيم وتاخذ كل اللوت معاك وعلى عكس ألعاب الباتل رويال اللوت اللي رح تاخذه من اللعبة رح يطلع معاك للجيم اللي بعده وطبعا لو دبحت أي واحد أو سكواد باللعبة تقدر تاخد كل اللوت والأشياء اللي مجمعها وتطلع فيها لبره اللعبة وفينا واحد تاني يدبحك ويخسرك كل اللوت اللي معاك اللعبة رح تكون تكتيكية بشكل جدا كبير ما رح تكون باتل رويال تاخد شوتغان وتعمل سلايد وتنط وكذا لا اللعبة تحتاج تركيز ولعب استراتيجي بشكل جدا كبير يعني لدرجة انه الجيم المثالي هو الجيم اللي ما رح تتقاتل فيه مع ولا واحد اللي هو تقدر تنزل تاخد اللوت وتطلع بره الجيم انه حتى لو شفت سكواد قدامك لازم تفكر انت وسكوادك هل تهجموا عليهم ولا لا يعني اللعب رح يكون تكتيكي بشكل جدا كبير ورح يكون فيه الأشياء من طور القصة اللي هي انه لو ماب فيه مطر فالسلاح طبعك رح يتزحلق او مثلا صار انفجار او شخصيتك خايف رح تلاقي يد شخصيتك عم ترجف وغير كذا الماب جدا كبير وفيه أماكن من مابات كوت 6 نفس ماب فافيلا رح يكون موجود بالماب طبع هذا الطور وممكن الماب الجديد او الكبير تبع هذا الطور يكون هو نفسه ماب الوارزون القادم او ماب وارزون الجديد وبكذا مكون وصلنا لنهاية التسريبات وشيء أخير قاله أحد المسربين انه هذه أفضل لعبة شوتر شافه بحياته وما هو متأكد هل اللعبة رح تشتغل على البلايستيشن 4 او لا لأنه اللعبة اللي جرافيك فيها جدا قوي فما هو متخيل كيف بلايستيشن 4 او الاكس بوس القديم رح يشغل اللعبة وكمان اللعبة جدا كبيرة رح تحتاج دسكين عشان تحملها يعني لو اشتريت اللعبة على البلايستيشن 5 سي دي فرح تلاقي عندك شريتين جوا البوكس ومثل ما قلت لكم جميع التسريبات هاي جاية من الناس موثوقين وكل تسريباتهم القديمة كانت صحيحة بس ممكن فيه أشياء كثير تتغير بين الآن وبين وقت نزول اللعبة فخلوا هذا الشيء في بالكم انه فيه أشياء ذكرتها ممكن تتغير على وقت النزول فإيا شباب هالفيديو لليوم اتمنى اكون اعجبكم اتمنى من نهاية الفيديو لا تنسوا وطعفوا الفيديو وزر اللايك واشتركونا بالتعليقات شو أكتر شي تحمستوا عليه لCall of Duty Mother Warfare 2 وبس كان معكم بشركة يارب شركة كيش وكم ديهاد الثاني إن شاء الله مع السلام